فاسأل به خبيرا صباح العندليم صباح الصالحين صباح الإيمان صباح النور صباح الأمل صباح العمل صباح الرضا والسرور هيا بنا في يوم جديد أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره وشر ما فيه فاسأل به خبيرا طبعا كل مجال في الحياة في خبرة عندنا خبير في الزراعة وخبير في الصناعة وخبير في الزرة وخبير في التعليم وعايزين بقى خبير بقى في الدين الخبير بقى اللي في الدين مش أي خبير ده لازم يكون عالم رباني يكون من الصالحين الكبار يكون من العارفين بالله اسمه بقى خبير بالله مش الخبير بالله نسأله سؤال عن حكم التأخر عن صلاة الجماعة لا ده الخبير بالله ده بيديك أسرار عن ربنا معرفته شيء لكده هيا بنا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا يعني لا يصل بك إلى مراحل فهم قدرة الله وليس ذات الله قدرة الله وليس ذات الله تفكروا في قدرة الله ولتفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره يستحيل ولكن الرحمن فاسأل به خبيرا يسألوا عن أمر معين فيردوا عليك رداً ربانياً كما كان يفعل النبي ثلواته ربي وسلامه عليهم أكبر خبير عن الله عن وجه الأرض وسيدنا محمد أكبر خبير عن الله على وجه الأرض وسيدنا محمد ثم أودو العز وربنا قدم سيدنا محمد على سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى رغم أنه أتى في الترتيب بعدهم ولكن الله تعالى قدمه عليهم جميعا اسمع واستمتع وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كا ومن كا ومن كا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فيسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما الرحمن فاسأل به خبيرا إذا رأت أن تطلب علما عن الله اطلبه عن سيدنا الخضر خبير خبير أكيد سيدنا الخضر خبير فوجد عابدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا خبرا يعني سيدنا الخضر خبير خبرا يعني معلومات نادرة وزكية وفريدة عن الله لا يعلمها إلا أهل الله إلا العارفون بالله أم سيد الخضر عليه السلام فهو لا يصلي وسلم دائما أبدا على نزيل عرشك خير الخلق كلهم وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى اشتركوا في القناة